سلام عليكم وصحب ومعكم ساميراي مالك الرين المغربي اللي كي حماق عليكم اللي كي موت على الجمهور المغربي وقعلم اللي مغربان بالنسبة للجديد ديالي كما كيعرفون من المغربة أغنية اللي شركتني أنا والأرانجير أمين مينيون الجزيري اللي تشجلت في ستوديو فيزيون بروكسل قمت بتصورتها عن طريقة فيديو كليب كانت من الكلمة الحندي المتواضعة وستيوني استوار دامور تصورت في فيديو كليب إيكيب كبيرة بتقنية كبيرة مع إيكيب فيها مغربة وأجانب صورنا بمدينة شفشاون وبمدينة الطانجة كانت تمنى شعلا خريبة تخرج شعلا رأس العام كانت تمنى تعجبكم واللقاء اللي عندي شئ استوار دامور ستعجبون لأنه فيها كلام نقي وكلام يدخل الديور ويقدر يسمعها إنسان مع ولداته مع أخوته مع أمه يعني كلام نقي اللي أنا اللي حرزت عنه اللي كتبتوا لحنده وشكرا المغاربة اللي كي سندوني بجميع الأغاني ديالي وشكرا الأشواق على الجريدة الإلكترونية اللي عزيزة علينا واللي نتبع الفنانا وشكرا قاعد الصحفيين المغربة مرلمين بار كان موزع لكم بالنسبة للباسج ديالي في التلفزيون ما نقولش واحد يعني الحمدولله قاعد القانوات المغربية كما يعرفون المغربان ما نحرز في مكان كون نكسب شي موضوع شي سيوجي كان الكلام نقي اللي حنزوين اللي يدخل الكلام نقي اللي يدخل الديور يعني ما كان بوش نغني ذاك الرأي اللي كين بعض الرأي داب اللي كي ينصق حاليا كلام ما تخصص مع وليديك مع أخوتك مع أموك مع أمرتك يعني دي ما كان حرز اللي كلمة نقية اللي كتدخل الديور باش محبو حمدولله ساميرا يمعروف الرأي ديالونقي وكي غني الرأي السون بوغسون غاي مغوكين قح هذا كان غني الرأي جزايري في اللي صواري بريفي يعني كي كان كون في صواري بريفي كي طلبوا لي رأي جزايري كان غني رأي جزايري نقي بحال شب أخي الله يرحمه شب حسني خالد مامي محمد لامين عبد الرحمن الجلطي الشيخ فتحي الهواري بن جنات يعني كين ذي رأي مان اللي تبارك الله معروفين وأساسي ذا كبار اللي روينا عليهم وكبرنا عليهم كان غني لغنى ديالهم أما الرأي اللي ما كنقوله إحنا مش رمل ما كان غنيش متبرني منه مع أمرين نغنيه نقدر نستعمل الموسيقى ديالو في حيث في الجو ومدير كلام نقي نخرجوا البيبليك ديالي حيث كيبغوا الموسيقى ديالا الرأي اللي واي واي وذكش إن الموسيقى مش الكلام كيبغوا نخصرها باش نتباعها باش نتقنصومها ما كان برياش ومنديراش 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 منافئز ديالي في المغرب كين يجوج كين شاب سيمو مالك الإحساس وكين شاب أمير اللي هم الإخوان ديالي هم اللي اللي باخي لحد لان كين يمراي صوم بصوم يعني البروبر ديال الدريل كين كين غنيو الراي مش حال هادي يعني تاجهل واحد السيل اللي هو دخل فيه شوية الخليجي شوية ديال العصري مغربي يعني يعني ملونج دروح اني مالانج اللي يعني حان قولك احنا احنا في المثال سرة على بيقاء الله لكن واحد السيلي جديد كين في السوق اللي انما كان قلش دعمه موجة اننا بقعتنا شد دين في العروق يعني كين نغاني الراي مش شاب سيمو يعني كين نجح مثل شرب أنها تغني الراي سامي راي يعني سامي راي ماش هي شعبي سامي راي 아�خيالي جيسان لكن اغني الراي اللي بقى وнихبار وعلى محافلة على المحافلة الكبيرة وقع لي صين كبار وقع لي في سيفال وكان طلعوا الحمد للجمهور الحبيب المغربي واللي مغربان قاع كي يجملك كل شي دولة عالمية في المسافة في شي دولة أوروبية كي يجيو كي يسفرجوا فينا قاع التوانسة لزاجريان مهم قاع لي مغربان وحافظوا الأغاني دينا وكرتوا معنا هذا سامة في بليز اغشارة كبير لي ومنما كان شد يعني في ذلك القضيب وفي ذلك العصار ديال الرعي أنا رايمان رسالة ديالي ديال جديدة أشواقع كن شكرها بزاف لأن كنت أعطيني الفورصة وعطاتني الفورصة ديجا بعد المحافل ديالي بحال جوهارة بحال بعد لي في سيفال اللي حد رسمها أعطتني الفورصة باش نتواصل مع البيبليك ديالي هنا ولا برة كن شكرها بزاف أنا مليفانز ديالها متسبيع ديال أشواقع يعني كنقول له مرلمين بار إن شاء الله قريب لكليب ديال قصة حب وأنا كنقول له وكانت حدى أي واحد يسمع هذا الأغني وعنده إستوار دامور غديها بطوله الدموع وكانت تفكره في الأمور غديها لأنه خرجها من القلب تشيني استواره وقعه يعني أنا ديما كنكتب الحاجة اللي كنعيشها وكنحسها مش كنتواصل للناس كنحس بيها وأنا عارف بين هذه الأغنية تواصل للناس والناس دواخين واحتل لي في المسألة ما عندوش مع ساميراي أراها أغني ديال قصة حب قريبة تنسل السقجي مع رأس العام كنتم نتعجبهم بموزع لكم حبابي حصريا على موقعنا هل لديك صفحة وتريد أن ترويج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية؟ أو علامة تجارية وتريد أن ترويج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح؟ وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في المجال تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة نحن نوفر عليك الجهد، وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر